السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتي و قناتكم عالم عواطف كنت بني لقاكم الفيديو باحسن احوال افصحة جيدة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم وجبة اللي سهلة و سريعة و المكونات ديالها بسيطة اكيد انها متوفرة في كل بيت و غدي امدى معكم مباشرة في الطريقة للتحضير بنسبة للمكونات خديد جوج حبات كبار ديال مطاشا اللي حكيتهم و جوج فصوص ديالتهم و عندي جوج ملاعق كبيرة دي القزبر و معد نوس لي مقطع رقيق ما ضفتهم مش كاملين خليت منهم واحد شوية تقريبا نصف ملعقة صغيرة غدي نخليها جانبا حتى الاخر مرحلة عد غدي نضيفها بنسبة لعطرية فغدي نحتاج الملح اللي غدي بقى حسب الدوق البزار سكين جبير الخرقوم البلدي الفلفل احمر الحلو و غدي ندير انا حتى شوية ديال الفلفل احمر الحار اللي كيعجبها الحار تدير واحد شوية اللي كيعجبها جيدة بزاف و اللي ما كتبغيش الحار تقدر تستغنى عليها عادي غدي نخلط هد المكونات حتى كينساجمه و غدي نغطي عليها و غدي نخليها كتشحر بالنسبة لهد الوصفة تقدرو تديروها فتاجي وتقدرو تديروها حتى فمقيلة حتى هي ركت توجد بسرعة و كتشحر سوف يدب غدي نغطي و نخليها حتى تشحر على خاطرها و هاد الوقيت غدي نمشي باش غدي نوجد بطاطا كننقيها و نقطعها مكعبت و نرجع للتاجين كنلقى هديك الشرمولة هكت شحرات مزيان دابة غدي ندف بطاطا انا درجوك حبات كبار زي البطاطا و انتم ما غدي بقى لكم الاختيار تديرو الكيميه اللي كانت ناسبكم على حسب عدد الافراد ديال الاسره مهم انا درجوك حبات اللي كبار بتاطا نقيتها و وصلتها بطابية الحال و قطعتها مكعبت ما يكونوش كبار بزاف و في نفس الوقت ما يكونوش صغير و يكونو بهذا الحجم هذا متوسط و نخلطها مزيان مع هديك الشرمولة و هنا غدي نضيف نصف كاس ديال الماء قدر تغير نصف كاس صغير ديال الماء فاش غدي تطيب بطاطا سوف نغطي عليها دابا و نخليها كالطيب على خطرها بتطيب و تبقى شدة في راسها ما نخليها كالطيب كتر من القياس باش ما تتحلش و تولي كاملة معجنة و مليك الطيب بطاطا بهذا الشكل كتشوفوا معايا هكرا كتبقى شدة الشكل ديالها ما تحلاتش ما تعجنتش و كتجي مشرملة هديك الشرمولة كتجي لليده بثاف دابا صافي غدي نقدها فتاجي و غدي نضيف البيض بدابا يتحل كميات ديال البيض كتبقى على حسب الرغبة أنا غدي ندير ثلاثة ديال الحبات فقط بطاطا انا هدك السفر ديال البيض كنت نفتحه شوية ما كان خليه شمقات كنزيد من الفوق رشة ديال الملح على هدك البيض باش ما كيجي شبس و غدي ندير هدك شوية ديال قزبر و ما عند نوس لك انت حافظت به في الاول كنضيفه دابا من الفوق سفي و غدي نغطي عليه و غدي نخليه حتى كيطي بالبيض و في هاد الوقيت هدي غدي نمشي باش غدي نوجد سلاطة سريعة مع العاصر بالنسبة للسلطة غدي ندير سلطة مغربية عادية عندي ما تشال خص لخيار المصلة و غدي ندفلهم الملح اللي غدي يبقى حسب الضوك القليل ديال فلفل اسود زيت الزيتون و القليل ديال عاصر الليمون و نخلط المكونات و صافيها هي السلطة واجدة غدي ندوزوا دابا باش غدي نوجدوا العاصر غدي ندير عاصر ديال فواكه السريع بطبيعة الحال الكيمية كتبقى على حسب الرغبة انا درت حبة وحدة ديال الخوخ و حبة وحدة ديال الموز و ربعات الحبات ديال الفراز كان عندي في المجمد و غدي ندفليهم عاصر البرتقال صافي و غدي نطحن وهو العاصر واجد ما اللي تيكون عندنا هكا الفراز في المجمد تيكون هكا بارد نتلج غير تكتطحنوا به العاصر مباشرة تيكون بارد تقدموه مباشرة و الصرحة مع هاد الحرارة كنبغيو اي حاجة تكون باردة و منعيشة صافي هو العاصر واجد و الغديوة ديالنا صافيها هي واجدة انا درتسها الوجبة ديال غدا و اللي بغد ديرها حتى العشاء كيبقى على حسب الرغبة المهم ان المكونات ديالها بسيطة بسرعة في وقت قياسي و كتجي لدي ضبطة بهالطريقة هذي مش رملة مع البيض كتجي لديدة بساف كانت هدي هي الوصفة ديال اليوم ما كنت منتنا الاعجاب ديالكم و ان شاء الله نتلقاه في وصفات اخرى اللي كيف العادة تكون سهلة وبسيطة انا سنقلب على اي حاجة تكون سريعة لان الوقت ما كيساعدنيش على باش نبقى نقلب على الحاجات اللي معقدة وتاخد لي الوقت فكان بشي ديال اي حاجة سريعة وبتاتا كتشوفوا معي هكرا كتجي مشرملة و كتجي لديدة بزاف و كتبقى هكا شادة فراسة ما كتجيش معجنة كانت منها ان شاء الله تجربوها وتعجبكم و خليت لكم الهنا و راح تلبال السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة